دعا الناهب السابق عن محافظة البصرة فالح الخزعلي اللجنة الوزارية التي ذهبت إلى المحافظة إلى الالتزام بالقرارات التي أصدرتها بشأن المحافظة خاصة المتعلقة منها بالعشرة آلاف فرصة عمل وضف أن الاستقبال بائس في مكاتب التشغيل والملفات تم أخذها دون وصولات استيلان كما لا يوجد موقع إلكتروني لمتابعة الطلبات وضف الخزعلي أن ما يجري حاليا يمثل رسالة غير مطمنة للشعب العراقي عموما والبصري بشكل خاص بالتالي فأن هناك ضرورة لعادة النظر بالإجراءات المتبعة لتنفيذ مقررات اللجنة الوزارية